بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أحباء الطلبة في لقاء جديد ودرس جديد من دروس الرياضيات للصف الثامن الأساسي ودرسنا لهذا اليوم حل المعادلة التربعية بالتحليل عزيزي الطالب يتوقع منك بعد الانتهاء من الدرس أن تكون قادرا على التعرف إلى الصورة العامة للمعادلة التربعية تمييز المعادلة التربعية من غيرها وإيجاد حل معادلة تربعية باستخدام التحليل إلى العوامل قبل البدء بدرسنا حل المعادلة التربعية لابد أن نتعرف أحبائي ونتذكر الصورة العامة للمعادلة الخطية وهي ألف سين زائد با يساوي صفر حيث ألف وبا تنتمي لحا وها هنا أحبائي مجموعة الأعداد الحقيقية والتي تضم الأعداد النسبية والأعداد الغير نسبية وألف هنا أحبائي لا تساوي صفر ولحل معادلة خطية أحبائي نأخذ المثال الآتي أحل المعادلة ثلاث سين زائد أربعة يساوي تسعة عشر بإضافة النظير الجمعي للعدد أربعة إلى طرفي المعادلة كما نلاحظ أحبائي النظير الجمعي للعدد أربعة سالب أربعة وسالب أربعة لطرفي المعادلة ينتج لدينا ثلاث سين يساوي تسعة عشر ناقص أربعة يساوي خمسة عشر وبقسمة طرفي المعادلة على ثلاثة ينتج لدينا أحبائي سين تساوي خمسة العدد خمسة هنا حل المعادلة الخطية وهو العدد الذي يجعل الطرفين متساويين في هذا الدرس أحبائي في البداية سنتعرف إلى الصورة العامة للمعادلة التربعية هي المعادلة التي يمكن كتابتها على الصورة ألف سين تربيع زائد با سين زائد جيم يساوي صفر حيث ألف وبا وجيم تنتمي لحا مجموعة الأعداد الحقيقية وألف لا يساوي صفر وتسمى قيم سين التي تحقق المعادلة حلول أو جذور هذه المعادلة نشاط واحد أحدد المعادلة التربعية في كل مما يأتي وأوضح السبب ألف ثلاثة سين تربيع ناقص أربعة سين زائد واحد يساوي صفر هل هي معادلة تربعية؟ أحسنتم معادلة تربعية لأنها تحقق الصورة العامة با سين زائد واحد يساوي صفر أحسنتم ليست معادلة تربعية لأنها لا تحقق الصورة العامة جيم سين ضرب سين ناقص واحد يساوي اثنان وبتنفيذ التوزيع الذي تعلمتموه أحبائي في الفصل الأول تكون هذه المعادلة معادلة تربعية لأنها تحقق الصورة العامة دال الجذر التربعي لثلاثة سين تربيع يساوي أربعة أحسنتم ليست معادلة تربعية لأنها لا تحقق الصورة العامة خصية واحد لأي عددين حقيقيين ألف وبا إذا كان ألف ضرب با يساوي صفر نلاحظ أحبائي فإن ألف يساوي صفر أو با يساوي صفر أو كليهما يساوي صفر وهذه الخاصية أحبائي سنعتمد عليها بشكل أساسي في حل معادلة تربعية نشاط اثنان أكمل إيجاد قيمة سين في كل مما يأتي ألف سين زائد خمسة ضرب سين ناقص واحد يساوي صفر بتطبيق أحبائي خاصية رقم واحد نقول إما سين زائد خمسة يساوي صفر أو سين ناقص واحد يساوي صفر بإضافة النظير الجمعي للعدد خمسة لطرفين خمسة ناقص خمسة صفر وهنا صفر ناقص خمسة سالب خمسة فتنتج قيمة سين تساوي سالب خمسة سين ناقص واحد يساوي صفر أحبائي بإضافة النظير الجمعي ينتج لدينا سين تساوي واحد العددين سالب خمسة والعدد واحد أحبائي يطلق عليهما حلول المعادلة أو جذور المعادلة با ثمانية ناقص اثنان سين ضرب سين زائد اثنان بتطبيق خاصية واحد إما سين زائد اثنان يساوي صفر أو ثمانية ناقص اثنان سين يساوي صفر من هنا أحبائي بحل المعادلة خطية ينتج لدينا أن سين تساوي سالب اثنان وهنا أحبائي بإضافة النظير الجمعي للعدد ثمانية ينتج سالب اثنان سين يساوي سالب ثمانية وبقسم الطرفي المعادلة على سالب اثنان كما تعلمنا سابقا سين تساوي أربعة العددين سالب اثنان وأربعة جذور المعادلة نشاط ثلاثة أكمل حل المعادلات الآتية ألف خمسة سين تربيع زائد ثلاثة سين يساوي صفر تعلمت عزيزي الطالب آلية تحليل العبارة التربعية خمسة سين تربيع زائد ثلاثة سين وذلك بإخراج عامل مشترك والعامل المشترك هنا أحبائه هو سين فينتج سين ضرب خمسة سين زائد ثلاثة تساوي صفر وبتطبيق خاصية واحد إما سين تساوي صفر أو خمسة سين زائد ثلاثة يساوي صفر سين تساوي صفر هنا أحبائي إضافة النظير الجمعي للعدد ثلاثة كما نلاحظ ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة ينتج خمسة سين يساوي سالب ثلاثة وبالقسمة على خمسة ينتج أحبائي لدينا أن سين تساوي سالب ثلاثة على خمسة وسين تساوي صفر هما جذرى المعادلة با سين تربيع ناقص خمسة سين زائد ستة يساوي صفر كيف نحل هذه المعادلة أحبائي؟ تعلمنا كيفية تحليل العبارة التربعية سين تربيع ناقص خمسة سين زائد ستة معامل سين تربيع كما نلاحظ أحبائي يساوي واحد نفتح قوسين نوزع سين وسين هنا نبحث عن عددين حاصل ضربهما موجب ستة ومجموعهما سالب خمسة أحسنتم سالب اثنان وسالب ثلاثة سين ناقص اثنان ضرب سين ناقص ثلاثة يساوي صفر وبتطبيق الخاصية واحد إما سين ناقص اثنان يساوي صفر ومنها سين تساوي اثنان زائد اثنان زائد اثنان أو أحبائي سين ناقص ثلاثة يساوي صفر وبنفس الطريقة منها سين تساوي ثلاثة إذن اثنان وثلاثة حلول المعادلة جيم خمسة سين تربيع زائد ثلاثة عشر سين ناقص ستة يساوي صفر نلاحظ أحبائي أن هذه المعادلة معامل سين تربيع لا يساوي واحد بهذه الحالة نضرب معامل سين تربيع وهو هنا الخمسة بالحد الثابت فينتج سين تربيع زائد ثلاثة عشر سين ستة ضرب خمسة ناقص ثلاثون يساوي صفر نبحث عن عددين حاصل ضربهما سالب ثلاثون ومجموعهما موجب ثلاثة عشر فينتج لدينا أحبائي بفتح قوسين سين ناقص اثنان ضرب سين زائد خمسة عشر يساوي صفر في هذه الخطوة أحبائي نقسم على معامل سين تربيع إذن على خمسة كما تعلمنا على خمسة نلاحظ اثنين على خمسة ليس عدد صحيح فنضرب القوس بخمسة فينتج خمسة سين ناقص خمسة ضرب اثنان عشرة على خمسة اثنان نفتح القوس سين زائد خمسة عشر على خمسة ثلاثة ويساوي صفر بتطبيق خاصية واحد إما خمسة سين ناقص اثنان يساوي صفر أو سين زائد ثلاثة يساوي صفر ومن هنا أحبائي ينتج لدينا سين تساوي اثنان على خمسة وسين تساوي سالب ثلاثة وهما جذراء المعادلة أو حلاء المعادلة اللذان يجعلان الطرفين متساويين أتعلم يمكن أحيانا حل المعادلة التربعية ألف سين تربيع زائد باسين زائد جيم يساوي صفر عن طريق التحليل ومن ثم استخدام الخاصية رقم واحد نشاط أربعة أكمل حل المعادلات التربعية الآتية ألف سين تربيع يساوي سبع سين أولا أحبائي أكتبوا المعادلة على الصورة العامة فيصبح لدينا سين تربيع ناقص سبع سين يساوي صفر ناقص سبع سين ناقص سبع سين هنا أحبائي نقوم بإخراج عامل مشترك من العبارة التربعية سين تربيع ناقص سبع سين وهو سين فينتج سين ضرب سين ناقص سبعة يساوي صفر وبتطبيق خاصية رقم واحد إما سين تساوي صفر أو سين ناقص سبعة يساوي صفر ومنها سين تساوي سبعة با سين تربيع ناقص خمسة يساوي أربعة سين كيف نقوم بحل هذه المعادلة عزيز الطالب؟ أولا نكتب المعادلة على الصورة العامة فتصبح سين تربيع ناقص أربعة سين ناقص خمسة يساوي صفر وكما تعلمنا تحليل العبارة التربعية نفتح قوسين طبعا نلاحظ أحبائي معامل سين تربيع واحد نبحث عن عددين حاصل ضربهما سالب خمسة ومجموعهما سالب أربعة فينتج لدينا أحبائي سين ناقص خمسة ضرب سين زائد واحد ويساوي صفر إما سين ناقص خمسة يساوي صفر ومنها سين تساوي خمسة أو سين زائد واحد يساوي صفر ومنها سين تساوي سالب واحد نشاط خمسة عددان الزوجيان متتاليان حاصل ضربهما مئة وعشرون فما هذان العددان؟ أولا أحبائي أفرضوا أن العدد الأول سين فيكون العدد الثاني سين زائد اثنان لأنه عدد زوجي تالي للعدد سين حاصل ضربهما إذن نضرب أحبائي سين ضرب سين زائد اثنان وناتج ضربهما مئة وعشرون بتوزيع سين على القوس أحبائي توزيع الضرب على الجمع سين ضرب سين سين تربيع زائد سين ضرب اثنان اثنان سين يساوي مئة وعشرون الآن أحبائي أكتب المعادلة على الصورة العامة ناقص مئة وعشرون هنا وناقص مئة وعشرون على الطرف الأيمن فينتج لدينا سين تربيع زائد اثنان سين ناقص مئة وعشرون يساوي صفر نبحث عن عددين أحبائي حاصل ضربهما سالب مئة وعشرون ومجموعهما موجب اثنان أحسنتم موجب أولا نفتح قوسين صفر سين سين عددين هما موجب اثنى عشر وسالب عشر موجب اثنى عشر ضرب عشرة سالب مئة وعشرون موجب اثنى عشر زائد سالب عشرة موجب اثنان أحسنتم وبتطبيق هنا أحبائي خاصية رقم واحد إما سين زائد اثنى عشر يساوي صفر ومنها سين تساوي سالب اثنى عشر أو سين ناقص عشرة تساوي صفر ومنها أحبائي سين تساوي عشر عندما يكون العدد الأول سالب اثنى عشر فإن العدد الثاني يكون سين تساوي سالب عشرة وعندما يكون العدد الأول سين تساوي عشرة فما هو العدد الزوج التالي له أحبائي هو أحسنتم سين يساوي اثنى عشر إلى هنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم وستكون قادرين على أداء المهمة التعليمية الآتية يعد التبريد أحد طرق حفظ الأطعمة ويعطى عدد البكتيريا في الأطعمة المبردة لكل غرام بالمعادلة عين تساوي عشرون را تربيع ناقص عشرون را زائد مائة وعشرون حيث را تمثل درجة الحرارة التي تحفظ بها الأطعمة ما هي درجة الحرارة التي يكون عندها عدد البكتيريا مائة وخمسة عشر في الإغرام الواحد إلى هنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية لقائنا بكم هذا اليوم على أمل أن نلتقي بكم في لقاء آخر تمنياتي لكم بالتوفيق أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته